بسم الله الرحمن الرحيم أعرفنا أن في الركوع خمسة واجبات خمسة الانحناء بمقدار معين بحيث تصل الأصابع إلى الركبتين وأن يكون هذا الانحناء عن قيام والذكر سبحان ربي العظيم وبحمده أو أي ذكر آخر سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أذكار كل ذكر جائز أربعة أن يبقى في هذه الحالة حالة الانحناء أثناء الذكر ليكون في أثناء الذكر يكون صاعدا أو نازلا كن مستقر خمسة القيام بعد الركوع يقف منتصبا ثم ينزل إلى السجود هذه خمسة اثنان منها أركان ثلاثة واجبات غير ركنية أما الركنان فهما الانحناء اللي يشكل الركوع والقيام الذي قبل الركوع القيام المتصل بالركوع هذه أركان إذا فاتت بطل الركوع ولو سهوا أما الذكر والكون في هذه الحالة أثناء الذكر والقيام بعد الركوع هذه الثلاثة واجبة لكنها ليست بأركان بمعنى أنه لو نسيها الإنسان تركها سهوا لا تخل بصلاته يعني نفترض واحد قرأ الحمد والسورة أو ركع حصل الانحناء عن قيام الركنين حصلوا فكرة مشغول مشدوه بمشاكل دنياه لا بآخرته غالبا الناس مشاكل الآخرة هل قد مو مهم عندهم دنياهم في مضمون الرواية أنا ذاكرها مرات يضيع من الرجل دينار فيقضي نهاره يقول إنا لله وإنا إليه راجعون دينار راح ويضيع دينه وآخرته فلا يهتم يستغيب لغيبة راح الأول والتالي لكن مو مهم عنده يكذب يأكل أموال الناس أي شي يسوي مو هل قد مهتم بالموضوع أما ديناره خليضيع ينباقي قصون جيبة مثلا يترك حتى العمل المستحب على هاتشم دينار إنه واخدت منه مثلا ما علينا ركع عن قيام من ركع لانشغال فكره أصلا نسى يقول سبحان ربي العظيم وبحمده إنحنى ورأسا قام الذكر ما جابه والطمأنينة بمقدار الذكر هم ما حصلت لأن الذكر ما وجد وفرضه نزل للركوع أكثر من هذا نزل للركوع ورأسا لا جاب ذكر لا وقف بمقدار الذكر لا قام عقب الركوع رأسا ننحنى لحظة ونزل للسجود عقب ما سجد الذكر أنا شويت لا قلت سبحان ربي العظيم وبحمده لا شنت مطمئن لا قمت عقب الركوع هذا يخل بصلاته لا ما يخل مع أن هذه واجبات لكنها ليست بأركان الركنان هم القيام المتصل بالركوع ونفس الركوع نفس عملية الانحناء زين الحين الركوع قلنا له مستحبات قبل أن يركع من يخلص الحمد والسورة يستحب له أن يكبر الصلاة فيها تكبيرات كثيرة التي تجب منها فقط تكبيرة الإحرام التي تفتتح بها الصلاة قبل الركوع مستحب يكبر من يقوم من الركوع ويريد ينزل للسجود مستحب يكبر لما يجلس من السجدة الأولى يكبر ثم يكبر مرة أخرى حتى يسجد السجدة الثانية ولما يجلس من السجدة الثانية أهم يكبر تكبيرات كثيرة الواجب منها فقط تكبيرة الإحرام أما البقية فكلها مستحبة يقول الله أكبر وبالمناسبة قبل شامل إيل أحكينا عن الكلام يكون ليكون غلط ليكون كذا القراءة كثير كثير يقولون الله أكبر يحطواه يحطواه بين اسم الجلالة وبين أكبر يقول الله أكبر وهذا غلط هذا غلط كبير وإذا سوى بتكبيرة الإحرام صلاته باطلة الله أكبر هذا الشكل خليه يضبطها يضغط عليها يقول الله أكبر إذا قال الله أكبر غلط يقف قبل الركوع يقول الله أكبر وهو واقف مو هو نازل لا يقولها في حالة الحركة وهو واقف مطمئن الله أكبر مستحب يرفع يديه كأي تكبيرة ينزلهم ثم ينزل إلى الركوع إنحنى قال سبحان ربي العظيم وبحمده وقلنا البارحة يستحب له تكرار الذكر مرتين أحسن من مرة والرقم الفردي خير من الرقم الزوجي ثلاثة يسويها اثنينهم يصير لكن الثلاثة أفضل الأربعة هم تصير الخمسة أفضل كلما أكثر من الذكر في الركوع والسجود فهذا أمر حسن محبوب إذا قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثم قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله هذا زين عمل جيد ما نقول سواها مرتين لأنها مو نفس التسبيح عادها لكنه عمل حسن وبالمناسبة سبحانه بضم السين سبحانه أيضا هناك خطأ مشهور يقولون سبحانه سبحان الله هذا خطأ سبحان الله بضم السين شنو يعني سبحانه شنو معنى كلمة سبحان التسبيح حصلا شنو معنى واحد يقول أنا أسبح الله شنو يعني أسبح قايلين التسبيح معناه التنزيه التنزيه عن النقائص منقول فلان منزه لما نقول سبحان الله يعني تنزيها لله عز وجل كأننا نقول إن الله تعالى منزه عن كل نقص هذا معنى سبحان الله ويستحب أن يضع يديه على ركبتيه زين ما يريد يضعهم يريد يعلقهم بالهوى يصير يصير وحدة يحطها وحدة يعلقها هم يصير الأفضل أن يضعهما على الركبتين وأن يلقم بهما ركبتيه أو يلقمهما ركبتيه يخلي الركبتين كأنه فم والتقمهما يخلي الكفين كأنهما فمان والتقم الركبتين يلقم يلقم ويرجع ركبتيه إلى الخلف لا يخلي الركبتين خارجتين بارزتين يرجعهم يرجعهم إلى الخلف هذه مستحبات ويجنح ويستحب أن يجنح بيديه يديه حطهم مثل الأجنحة هذا الكلام للرجل للرجل هذه مستحبات المرأة يستحب لها أن تضع كفيها على فخذيها لا على الركبتين وأن تقلل من الانحناء الرجل قلنا مستحب يخلي ظهره مع جسمه كزاوية قائمة المرأة لا تقلل من الانحناء شوية جسمها أرفع يكون وتضع كفيها على الفخذين لا على الركبتين وتضم يديها إلى جنبيها تخلي إيديها لازقة بجسمها تتلملم بإصطلاحنا تتلملم الرجل لا يتفرج يفتح يديه وكذا يجنح بيديه وأن يصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله بعد ذكر الركوع وطبعا بعد ذكر السجود أيضا هناك رواية جميلة لطيفة مضمونها الإمام يقول إن الصلاة على النبي وآله إن أجر الصلاة على النبي وآله أجر التسبيح اللي يقول اللهم صلى على محمد وآل محمد كأنهم سبح الله صلى الله عليه وآله هذه وين الإمام قالها مضمون الرواية وين إجيت أكو واحد يسأل الإمام مسألة يقول عندنا آيتين بالقرآن آية تقول لما تتكلم عن الملائكة تقول يسبحون الليلة والنهار لا يفترون ليل ونهار يسبحون الملائكة لا يفترون هذه آية هناك آية أخرى تقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله صلى الله عليه وآله 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 الراوي يسأل الإمام يقول مو الآية الأولى تقول يسبحون الليلة والنهار لا يفترون على طول يسبحون ما في فترة زين يمتى يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون إذا صاروا يصلون بعد ما قاعد يسبحون بهاللحظة الإمام جاوبة في مضمون الرواية يقول إن أجر الصلاة على النبي وآله أجر التسبيح يعني كأنه قاعد يسبح لما يصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله كأنه قاعد يسبح فصار جمع بين الآيتين الكريمتين أكبر ذكر مولانا أي ذكر دعاء الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله الظاهر أي يعد من الذكر ذكر ذكر يستحب أن يقول سمع الله لمن حمده يكون يوقف منتصب مستقيم مو هو بالطريق وهو ماشي يقولها يوقف عدل ثم يقول سمع الله لمن حمده الله أكبر بعدين ينزل والبارح أذكرنا أن سمع الله هنا سمع مو بمعنى السماع اللي يجي للذهن مقابل النظر عدنا نظر وعدنا سماع لا هنا السماع بمعنى الاستجابة يعني يستجيب الله يعطي يعطي المطلب ليش بأي دليل لو كانت لو كانت كلمة سمع بمعنى السماع الذي نفهمه المفروض نقول سمع الله من حمده مو لمن حمده حين إذا واحد قاعد يتكلم أقول أنا سمعت من يتكلم ما أقول سمعت لمن يتكلم خطأ هذا فهنا سمع الله لمن في هلام يعني استجاب الله لمن حمده حين ممكن واحد يسأل يقول يعني سمع تيجي بمعنى استجاب اي احنا نستعملها كثيرا ربما من دون التفات واحد يقول للاحد شوف اسمع كلامي يقول للابنة اسمع كلامي يقول للا زين اسمع كلامك راح ثاني يوم يقول لي شو ما سويت اللي قتلك يقول لا انت قتلي اسمع كلامي انا اسمعته غير القصدك اسمع يقول قاعد السمعه واضح هذا الكلام كثيرا ما نستعمله يقول ليش من أقول لك فلان شغلة ما تسمع كلامي يقول لا صدقني قاعد أسمع مو هذا القصد سمع الله لمن حمده يعني استجاب استجاب الله لمن حمده أي واحد بالدنيا يقول الحمد لله أي واحد في شرق الأرض وغربها الحين إحنا قاعدين هنا لو واحد مننا قال الحمد لله كل مصلي من يقوم من الركوع يقول سمع الله لمن حمده قاعد يدعو له قاعد يقول استجاب الله لمن حمده يعني أنت الآن جنابك قاعد هنا لو قلت الحمد لله أي مصلي في الدنيا يقوم من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده قاعد يدعو لك لأنك حمدت الله سبحانه فذلك قاعد يدعو يقول سمع الله يعني استجاب الله لمن حمده البارحة أحد الإخوان المؤمنين موجود الآن يستمع في القضية سألني قال زين ليش سمع الله لمن حمده ليش مو يسمع الله ليش جاءت بصيغة الماضي الجواب أنه كثيرا ما يؤتى باللفظ الماضي يراد به المستقبل للتأكيد كتأكيد للقضية شلون؟ هاي إحنا منستعملها واحد يجي يقولكم والله عندي فلان شغلة تقدر تمشي لياها تقول له صار صار هو ما صار بعده شون صار يقول وين صارها بعد أسبوع الريدة يقول له روح ما عليك صار يعني اعتبرها أكيد أكيد ما بيها روح وتعال سمع الله لمن حمده استجاب الله لمن حمده كأنه فيها نوع من التأكيد زين يقف من الركوع ثم يقول سمع الله لمن حمده الله أكبر ولا يقولها بأثناء الحركة يقف يقف مطمئنا ويقول هتين الجملتين ويرفع ايده بأله أكبر وينزلها ثم يهوي إلى السجود يجوز يقول الحمد لله رب العالمين هم يجوز وأكو أيضا أذكار وأدعية واردة لكن هذا المعروف بين المؤمنين الحمد لله ذكر سمع الله دعاء دعاء لللي قال الحمد لله يعني الحين انتو قلتو الحمد لله هذاكش قال المصلي قال سمع الله لمن حمده يعني قعد يدعو أن الله يستجيب للي حمده قعد يدعو لكم بعد هذا يهوي الإنسان إلى السجود ويستحاب للرجل عندما يهوي أن يرمي نفسه رمياه هالشكل ينزل بحيث تقع يداه أولا على الأرض قبل ركبتيه يجوزهم ينزل يحط ركبتيه ثم يحط يديه لكن يرمي نفسه رمي الله عز وجل يرمي روحه لا يشوفها زايدة علي قل أنا شخصيتي أرمي روحي أرمي روحك الدولة ناس لا يساون فلسة تصير عنده حالة شغلة يروح يقبل إيده يقبل رجلة حتى يمشي معاملته لأله ارمي نفسك شوف شون الله يمشي لك القضية مضمون رواية أوحى الله تعالى إلى الدنيا أنخدمي أنخدمي من أتعبك وأتعبي من خدمك هذه ضابطة قاعدة أوحى الله تعالى إلى الدنيا أنخدمي من أتعبك اللي يتعبك يأذيك للدنيا يأذيها يعني شون يأذيها يعني يأدي تكاليفة يصلي يصوم يحج يزكي الدنيا ما يعجبها هذا الحشي ما يعجبها يترك المحرمات يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يسبب مشاكل دينية لله سبحانه ومشاكل ما بها فائدة لا لله عز وجل أن هذه الله تعالى أوحى إلى الدنيا الرواية تقول أنخدمي خدمي لهذا اللي يتعبك وأتعبي من خدمك هذه هم ضابطة اللي يخدمك تعبي وغالبا اللي يخدمون الدنيا يصيرون أتباع الظلمة ومشاكل تعبانين عندهم مشاكل جمة يتأذون منها يتصور يتصور أنه إذا صار في سلك الظلمة في ما شاكل ذلك أمور تمشي ما تمشي وإي الله عز وجل يمشي مضبوط شغلة الله يمشي لهيا يهوي يرمي نفسه إلى الأرض رميا هذا الرجل المرأة تسل نفسها سلة يعني تنزل الشكل بشكل مستقيم إلى الأرض ثم تنحني كأنه مو المطلوب من المرأة أن ترمي نفسها بشكل إنحنائي يرمي نفسه بحيث تصل يداه إلى الأرض أولا ثم ركبته الحين لو ما سوى هذه مستحبات ليست إلزاميات ومن الأفضل أن تصل يده اليمنى إلى الأرض قبل أن تصل يده اليسرى ثم يكون بعدها ساجدا يسجد السجود أيضا له أحكام معينة واجبة مستحبة تأتينا غدا إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة